نرحب بكم من جديد ونكمل الحرى الليلة من ملف إيران نووي إذ قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبيت مالي إن وفد إيران قدم خلال المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة مطالب لا تتعلق بالاتفاق النووي وطلبه بالرد على المقترحات الأمريكية وأضاف مالي أنه لا يزال هناك وقت للعودة إلى الاتفاق النووي وأمل أن تختار تهران هذا الطريق المبعوث الأمريكي أوضح أيضا أن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق يشمل رفع العقوبات عن إيران ولكنها تنتظر استعدادا من تهران لذلك وأكد مالي أن تهران اقتربت من تجميع المواد الكافية لتصنيع قنبلة نووية وخلال لقائهما في باريس دعا كل من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد إلى الضرورة مواجهة التهديدات النووية الإيرانية ومنعها من الحصول على السلاح النووي إذن لماذا تراجعت إيران وقدمت مقترحات لا علاقة لها بالملف النووي وما هي المقترحات الأمريكية التي قدمت لتهران في الدوحة يمكن أن يكون لدينا بعض الاختلافات حول محتوى الاتفاق لكن لا نختلف حول الحقاق إيران تنتهك الاتفاق وتواصل تطوير برنامجها النووي إيران تخفي معلومات عن العالم وتقوم بتخصيب اليورانيوم متجاوزة النسبة المسموحة بها وسحب الكاميرات من مواقعها النووية وأمام كل هذا على العالم الرد سيد الرئيس سنة 2018 كنت الأول الذي دعا إلى اتفاق جديد مع إيران اتفاق أكثر جدوى وليس له تاريخ صلوحية اتفاق يتركز على ضغط دولي منسق لمنع إيران من امتلاك سلاح النووي لقد كنت على حق حينها والآن والوضع الحالي لا يمكن له أن يستمر إذ سيؤدي إلى سباق تسليح نووي في الشرق الأوسط والذي سيهدد السلام في العالم لا يسعني سوى أن أؤكد على ضرورة العودة إلى الاتفاق النووي وإلى طاولة المفاوضات مع إيران وفي هذا السياق نسعى لمواصلة جهود إقناع طهران بالتصرف بعقلانية وكذلك وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة مرحلة مفصلية تمر بها المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأوروبي من أجل تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران من أجل عودة الأخيرة للتوقيع على الاتفاق النووي بعد تعثر مفاوضات بينا تأتي في وقت اقتربت فيه تهران فعليا من تجميع المواد الكافية لتصنيع قنبلة نووية حسب تصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي الذي أكد كذلك أن وفد إيران في الدوحة قدم مطالب لا تتعلق بالاتفاق النووي وهي نفس المطالب التي تسببت بتعثر مفاوضات بينا لعل أبرزها طلب ضمنات أمريكية بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي وكذلك رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأمريكية ورغم التصريحات المتشائمة للمبعوث الأمريكي إلا أنه ترك الباب مواربا لعودة التوقيع على الاتفاق مؤكدا أن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا بشأن جدول زمني يمكن من خلالها أن تعود إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي ويمكن لواشنطن وقتها أن تخفف العقوبات على تهران ولا يزال موقف إيران من المقترحات الأمريكية ضبابيا في وقت أكدت فيه مصادر دبلوماسية أن تهران تلعب على ورقة كسب الوقت والمماطلة لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية وعلى وقع تلك التطورات هيمن الملفان الإيراني واللبناني على لقاء في باريس جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لبيد مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي قال أنه يجب على إيران أن تكون عقلانية وأن لا تضيع فرصة التوقيع على الاتفاق لبيد قال أنه لاختلاف في أن إيران تخرق الاتفاق النووي وتتجاوز مستويات التخصيب المسموح بها وتواصل تطوير برامجها النووية دعيا العالم إلى مواجهة التهديدات الإيرانية والرد عليها ومنعها من حيازة سلاح النووية ونبه لبيد إلى أن المأزق النووي الإيراني الحالي سيقود إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط كما أنه يهدد السلام العالمي مهددا باستخدام القوة إذا دعت الحاجة للحفاظ على سلام واستقرار المنطقة حسب قولها ينضم إلينا من واشنطن أليكس فاتانكا مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط ومن طهران محمد مهدي شارع تمدار محلل سياسي إيراني والخبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية نبدأ معك أستاذ أليكس برأيك لماذا قدم وفد إيران في الدوحة مطالب لا تتعلق بالملف النووي الإيراني نعم شكرا الجانب الإيراني قال إنه لديه مخاوف بمعنى أنه يريد الحصول على ضمانات بأن الأمريكيين لن ينسحبوا من الاتفاق كما فعل الرئيس ترامب في العام 2018 وهي مخاوفة مشروعة ولكن على السلطات الإيرانية أن تعترف أيضا أن إدارة الرئيس بايدن جدية في التوصل إلى اتفاق نووي جديد ولكن هناك حدود لما يمكن للإدارة الحالية أن تفعل ربما يمكن للرئيس بايدن أن يرفع بعض العقوبات ولكن إيران الآن لا تريد أن تتفاوض وجها لوجه مع الأمريكيين هذا يعني أن إيران ليست مستعدة لديبلوماسية الآن نعم أستاذ محمد برأيك تقديم وفد إيران مطالب لا تتعلق بالنووي هل هي مناورة؟ هل هي إطالة للوقت؟ أم أن هناك موضوع لم يعلن من قبل إيران إلى العلانة؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وليضيفك ولمشاهدي قناة الحرة سؤال ما هي هذه المطالب التي قدمتها إيران ولا ترتبط بخطة العمل المشترك أو بالاتفاق النووي هل من أحد يمكن أن يجيب على هذا السؤال؟ هذا ما قيل هناك الكثير من النقاط التي لا تعلن إلى العلن في هذه المفاوضات التي تعتبر مفاوضات خلف الكواليس وبالتالي حتى النقاط التي لها علاقة لا يمكن لمعظمنا وتحديدا الإعلام أن يعرفها مجرد الإدعاءات لا يمكن التعويل عليها النقطة الوحيدة التي أشار إليها ضيفك وهو مسؤول الملف الإيراني في مركز دراسات الشرق الأدنى إذا لم أخطأ في الصفة له هي موضوع ضمنات معهد الشرق الأوسط من صلب موضوع خطة العمل المشترك والاتفاقية المبرمة لا يمكن أن تكون معهد الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون هناك اتفاقية بدون ضمنات اتفاقية لا تطبق على أرض الواقع أو لا يكون لها ضمان لذلك موضوع ضمنات ليس من خارج الاتفاقية أو خطة العمل المشترك لحد الآن لا يوجد أي تصريح أو أي حديث عن هذه الأمور المدعى لكن أستاذ أنت تدعي أو تزعم الآن بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي قد نشر معلومات كاذبة إذا أنت تقول بأن هذه المعلومات التي قدمها الوفد الإيراني هي معلومات لها علاقة هو يقول بأنها غير ليس لها علاقة أنت تتهمه بالكذب هل هذا صحيح؟ أنا لم أصدر حكما ولم أتهم أحدا أنا مجرد سؤال لا يمكن أن يطلق كلام عام بأن إيران قدمت مطالب لا ترتبط بالاتفاقية الذي يدعي وجود هذه المطالب عليه أن يحدد هذه المطالب أنا لم أتهم أحدا ولا أتهم أحدا وإنما أتساءل والسؤال من حقي أي أحد يتابع هذه القضية لحد الآن لا يوجد أي شيء على أرض الواقع يدل على أن هناك مطالب إيرانية خارجة عن إطار الاتفاق وبالمناسبة إيران لم تطرح أمرا جديدا أي مطلب جديد لم تطرحه إيران نفس المطالب السابقة التي كانت تطرح في محادثات الدينا طرحت في الدوحة لذلك السؤال لا يجب أن يوجه لي وإنما أستاذ محمد هل أنت لديك معلومات لا نعرفها هل أنت لديك معلومات داخلية لا يعرفها أحد أما بالنسبة للاتفاق النووي أنا الذي أعرفه أن المطالب الإيرانية هي هي الذي يدعي أن إيران طرحت مطالب جديدة خارج إطار الاتفاقية النووية عليه أن يبرز على الأقل أن يعلم ما هي هذه المطالب حتى نفهم كيف يمكن أن نناقش أمرا يعني غامضا لا أحد يعرفه ما رأيك أستاذ أليكس بما سمعته من قبل الأستاذ محمد أما بالنسبة للاتفاق النووي الجديد أنا أعلم ضيفك عفوا عفوا تسمح لي بالنسبة للاتفاق النووي الجديد لا اتفاق نووي الجديد مطلقا المحادثات هي حفظ ومن ثم نعود إليك مجددا أستاذ أليكس تفضل سنعود إليك أستاذ محمد أنا لا أفترض أن المبعوث الخاص يقدم معلومات غير دقيقة ربما لأمضى سنوات يحاول التوصل إلى حل ديبلوماسي لا يمكن أن نقول إنه إما يكذب أو لا يقدم المعلومات الدقيقة وكرر ما قلته إيران لا تريد أن تتفاوض مباشرة مع الأمريكيين ونعرف أن هذه المسألة مهمة جدا إيران هي التي تريد أن تحافز على نوع من الغموض المفاوضات المباشرة ترفع الغموض الجمهورية الإسلامية كنظام لا تريد أن تتكلم مع الأمريكيين لأن الحوار مع أمريكا برأيهم يؤدي إلى إدعاء في قبضة النظام الإسلامي على السلطة في إيران أما ما تريده إيران عبر التأخير والمماطلة لست أدي ولكن عارفوا أن إيران تفخد مبالغ طائلة كل يوم من جراء العقوبات وعدم تمكنها من بيع نفسها لننسى ما فعله الرئيس ترامب أنا لن أدافع عن الرئيس ترامب ولكن الآن الرئيس هو الرئيس بايدن وفريقه جدي في التعامل مع إيران على المستوى الديبلوماسي ولكن لا يبدو أن إيران جدي نعم أستاذ محمد كنت تريد أن تضيف شيئا نتفضل الوقت معك الآن يعني بعض النقاط أود أن أذكرها أولا تحدث ضيفك الكريم عن اتفاق نووي جديد لا اتفاق نووي جديد مطلقا إنما هذه المحادثات هي حول خطة العمل المشتركة والاتفاقية التي أبرمت ولا تقبل إيران بإضافة أي شيء جديد بالإضافة إلى موردة في هذه الاتفاق هذه النقطة الأولى تحدث ضيفك الكريم عن أن الرئيس بايدن مستعد لرفع بعض العقوبات هذا أيضا مرفوض كل العقوبات بموجب هذه الاتفاقية يجب أن ترفع حتى تكون هناك مصداقية للاتفاقيات إذا وقعنا أو تفاوضنا حول اتفاقيات ولم يلتزم أحد الأطراف بها لا مصداقية لذلك لذلك كل العقوبات التي بموجب هذه الاتفاقية يجب أن تلغى عليها أن تلغى لم تقبل إيران بأنصاف الحلو النقطة الثالثة قال أن إيران لا تتفاوض مباشرة مع الطرف الأمريكي نعم لأن الطرف الأمريكي لا دور له في هذه الاتفاقية خرج من هذه الاتفاقية ولحد الآن لم يعد إذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاقية ستكون طرف في هذا التفاوض والنقطة الأخيرة حول المماطلة لا الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتملص عن الالتزام بكامل التزاماتها لو التزمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الاتفاقية بكل حذافيرها وعادت إلى هذه الاتفاقية ستعود الأمور إلى مجرها الطبيعي وحينئذ لن يكون بإمكان إيران أن تتماطل كما يدعي الذي يجري اليوم هو ناتج عن السياسة الأمريكية الخاطئة التي ما زال الرئيس بايدن على الرغم من وعوده في حملته الانتخابية لم يحقق شيئا ملموسا على أرض الواقع في تغيير سياسة ترامب الخاطئة سياسة ترامب الخاطئة هي التي أوصلت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وهذا من حقها لأنه إن لم يلتزم الطرف الآخر بهذه الاتفاقية لا معنى ولا مفهوم لأن تبقى إيران تلتزم بها في حين أن الطرف الآخر اخترقها لا يمكن أن يكون هناك التزام من طرف واحد واختراق لهذه الاتفاقية من طرف آخر هذا هو الموضوع الأساسي الموضوع هو موضوع قانوني وتقني بامتياز وتسييس هذا الملف هو الذي أدى إلى كل ما وصلنا إليه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تتقدم إيران أكثر في هذا المجال عليها أن تعود إلى التزامات أستاذ أليكس بشكل سريع لو سمحت اليوم إيران تقول بأن هناك تخوف من إعادة السياسة نفسها والتملص من الاتفاقيات كما حصل في الإدارة السابقة برأيك ما هي أو ما يجب أن تكون المقترحات الأمريكية لأن يكون هناك نوع من ثقة بين الطرفين بتقيقة لو سمحت نعم حتى في العام 2015 بقت الكثير من العقوبات مفروضة على إيران لم ترفع كل العقوبات فقط لأن أمريكا وإيران لديهما اختلافات كثيرة أحدها الاتفاق النووي ولكن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان وتصرفات إيران في المنطقة وأمريكا لا يمكن أن تتخلى عن كل وسائل الدغط على إيران بدفعة واحدة وكذلك إيران لن تتخلى عن كل وكلائها في المنطقة مرة واحدة هذا ما نرى إيران تريد أيضا أن تحافظ على أوراق دغط هنا لدينا فرصة في التفاوض للتواصل إلى حل ديبلوماسي ولكن ذلك يتطلب أن يأتي المساريقان إلى طاولة بجنب فتنكا مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط شكنا لوجودك معنا إضافة من تهران الأستاذ محمد مهدي شارع تمدار المحلل السياسي الإيراني والخبير في شؤون الإيرانية والأقليمية شكرا